موسيقى وهم على الطاولة لكن حفيده حسن كان يحزن على حال جده ويحاول مساعدته على الأكل دون أن يسقط الطعام وفي يوم كان العجوز ينظر إليهم باكيا فسقط الطبق من يده وانكسر سكب الطعام على الأرض فغضب كثيرا وفي يوم التالي قررت زوجة ابني أن تضع في طبق من البلاستيك وانتلقيه بعد الاستخدامه فقال حسن لا تلقيه لقد أحتجوهما في المستقبل قال والديهم متسائلا ماذا تريد بهما فقال الولد عندما يتقدم بكم العمر سأقدم لكم طعام فيهما فشعروا الولدين بالخجل بما فعلونه مع الجد وأعادونه إلى مائدة الطعام عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر